تواصل مصر جهودها في إصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري وفي تحديث لحجم المساعدات المتواجدة بمنطقة العريش فقد بلغت نحو ثمانية آلاف وخمسمائة وخمسة أطنان وقدمت الجهات المصرية سواء الهلال الأحمر المصري أو التحالف الوطني أو حياة كريمة معظمها وقدمت عدداً من الدول العربية العديد من المساعدات مثل الأردن والإمارات وتونس وقطر والكويت والجزائر والعراق وكينيا والبحرين والمغرب وليبيا والسعودية أما عن الدول الأجنبية التي قدمت مساعدات فهي تركيا وفنزويلا والبرازيل روسيا وباكستان وتركمانستان الدنمارك والهند والمملكة المتحدة كولومبيا وبلجيكا وفرنسا إيطاليا وإنجلترا واليابان ماليزيا وإندونيسيا واليونان بولندا ورومانيا وبالنسبة للمؤسسات الإقليمية والدولية فهي برنامج الغذاء العالمي منظمة اليونسيف منظمة الصحة العالمية منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروة ووصل عدد رحلات الجسر الجوي وصل إلى 131 طائرة حيث تم تسليم الجانب الفلسطيني حوالي 1999 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية و3470 طنا من المواد الغذائية و23 طنا من الوقود و3766 طنا من المياه ومواد إغاثة أخرى بلغت 917 طنا و74 قطعة من الخيام والمشمعات و12 سيارة إسعاف و1136 شاحنة بالنسبة لموقف من تم استقبالهم من مصابين وحامل الجنسيات الأجنبية فقد بلغ إغمالي ما تم استقباله 173 مصابا و144 مرافقا لهم وكذلك 4785 من حامل الجنسيات الأجنبية و513 مصريا